أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى فبالتقوى زيادة النعم ودفع النقم معاشر المسلمين قدر الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق وآجالهم ونسخ آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عمل والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان وما في الأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته وما في الكون كائن بتقدير الله تبارك وتعالى وإيجاده والدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار مطبوعة على المشاق والأهوال والعوارض والمحن فيها هي كالحر والبرد لا بد للعبد منها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين والقواطع يا رعاكم الله محن يتبين بها الصادق من الكاذب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون والنفس لا تزكو إلا بالتمحيص والبلايا تظهر الرجال يقول ابن الجوزي رحمه الله من أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم ولا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت والحياة مبنية على المشاق والابتلاءات والمرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للنقم آدم عليه السلام سجدت له الملائكة ثم بعد برهة يخرج من الجنة وما الابتلاء يرعاكم الله إلا عكس المقاصد وخلاف الأمان والكل حتم والكل حتما يتجرع مرارته ولكن ما بين مستقل ومستكثر يبتل المؤمن ليهذب لا ليعذب فتن في السراء ومحن في الضراء وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون والمكروه يرعاكم الله قد يأتي بالمحبوب والمرغوب قد يأتي بالمكروه فلا تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسرة ولا تغفل أن تأتيك المسرة من جانب المضرة قال الله جل جلاله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فوطن نفسك يا رعاك الله على المصائب قبل وقوعها فوطن نفسك على المصائب قبل وقوعها ليهن عليك وقعها ولا تجزع بالمصائب فللبلايا أمد محدود عند الله ولا تسخط بالمقال فرب كلمة جرى بها اللسان هلك من هولها الإنسان والمؤمن الحازم يثبت للعظائم ولا يتغير فؤاده ولا ينطق بالشكوى لسانه وخفف المصاب على نفسك بوعد الأجر وتسهيل الأمر لتذهب البلايا بلا شكوى وما زال العقلاء جيلا بعد جيل يظهرون التجلد عند المصائب لألا يتحمل مع النوائب شماتة الأعداء والمصيبة إن بدت لعدو سر واستبشر بها وكتمان المصائب والأوجاع من شيع من نبلاء فصابر هجير البلاء فما أسرع زواله وغاية الأمر صبر أيام قلائل وما هلك الهالكون إلا من نفاد الجلد والصابرون مجزيون بخير الثواب ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأجورهم عظيمة مضاعفة أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا بل وبغير حساب والله جل جلاله معهم والنصر والفرج معلق بصبرهم واعلم يا رعاك الله أن الله ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا ليعافيك ولا امتحنك إلا ليصفيك تبتلى بالنعم وتبتلى بالبلاء فلا تضيع زمانك بهمك بما ضمن لك من الرزق فما دام الأجل باقيا كان الرزق لا بد آتيا قال الله جل جلاله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها واعلم يا رعاك الله أنه إذا أغلق عليك باب من حكمة الله تبارك وتعالى من طريق فإن الله يفتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه بالابتلاء يا رعاكم الله يرفع شأن الأخيار ويعظم أجر الأبرار يقول سعد بن أبي القاصر رضي الله عنه وأرضاه قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه وطريق الابتلاء يا رعاكم الله معبر شاق تعب فيه آدم ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وألقي في بطن الحوت يونس وقاس الضر أيوب وبيع بثمن بخس يوسف وألقي في الجب إفكا وفي السجن ظلما وعالج أنواع الأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت على سنة الابتلاء سائر والدنيا لم تصف لأحد ولو نال منها ما عساه أن ينال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه يعني يبتليه رواه البخاري قال أهل العلم رحمهم الله من خلقه الله للجنة لم تزل تأتيه المكانة والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين وما سواها من المصائب فهي عافية فيها رفع الدرجات وحط السيئات وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية والمصاب حقا من حرم الثواب فلا تأسى على ما فاتك من الدنيا فنوازرها أحداث وأحادثها غموم وطوارقها هموم الناس معذبون فيها على قدر همهم بها الفرح بها هو عين المحزون عليه آلامها متولدة من لذاتها وأحزانها من أفراحها يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها فتشاغل يا رعاك الله بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل أو اعتذار عن زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب وتلمح سرعة زوال بليتك تهن فلولا كرب الشدة ما رجيت سعة الراحة وأجمع اليأس مما في أيدي الناس تكن أغناهم ولا تقنط فيكون مصيرك إلى الخذلان وتذكر كثرة نعم الله تبارك وتعالى عليك وادفع الحزن بالرضى بمحتوم القضاء فطول الليل وإن تناها فالصبح له انفلاج وآخر الهم أول الفرج والدهر لا يبقى على حال بل كل أمر بعده أمر وما من شدة إلا ستهون ولا تيأس وإن تضايقت الكروب فلن يغلب عسر يسرين واضرع إلى الله تبارك وتعالى يزهو نحوك الفرج وما تجرع كأس الصبر معتصم بالله إلا أتاه المخرج يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ولدا وطال عليه الأمد لم ييأس من الفرج ولما أخذ ولده الآخر لم ينقطع أمله من الواحد الأحد بل قال عليه الصلاة والسلام قال الله حاكيا قصته على لسانه عسى الله أن يأتيني بهم جميعا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إن ربي غفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد أيها المسلمون الأحوال لا تثبت على حال والسعيد من لازم التقوى إن استغنى زانته وإن افتقر أغنته وإن ابتلي جملته فلازم التقوى يا رعاك الله في كل حال فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة ولا في المرض إلا العافية ولا في الفقر إلا الغناء والمقدور لا حيلة في دفعه وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله والرضا والتوكل يكتنفان المقدور والله جل جلاله هو المتفرد بالاختيار والتدبير وتدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وهو أرحم به منه بنفسه يقول داود بن سليمان رحمه الله يستدل على تقوى المؤمن بثلاث حسن التوكل فيما لم ينل وحسن الرضا فيما قد نال وحسن الصبر فيما قد فات ومن رضي باختيار الله تبارك وتعالى أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به ومع هذا فلا خروج عما قدر عليك قيل لبعض الحكماء ما الغناء؟ قال قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك ويقول شريح رحمه الله ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها ثلاث نعم قال أنها لم تكن في دينه وأنها لم تكن أعظم مما كانت وأن الله رزقه الصبر عليها إذ صبر نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد المبارك آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدين اللهم اغفر لنا ولوالدين اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا رب العالمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كل إخوان المستبعفين في فلسطين اللهم كلهم عونا وسندا ونصيرا ووليا وظهيرا ومعينا اللهم كلهم عونا وسندا ونصيرا ووليا وظهيرا ومعينا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو 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 واعتدلوا قموا صفوفكم وسدوا الخلل تموا الصف الأول فالأول وتراصوا في الصف الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك اهدنا ثم لا يموت فيها صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعي ها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله 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 اشفر اشفر اشتركوا في القناة بسم الله